ابناء وبناتي يا رو مرحبا بيكم ولقاء متجدد معكم في برنامتكم مدرسة على الهو عام دراسي سعيد علينا وعلى كل المصريين وولادنا حبابنا وكل المعلمين اخواتنا في المدارس عام دراس على كل ابناء شعب مصر من الطلبة والطالبات في الشهادة الابتدائية خاصة ووباء الشهادات وباء الصفوف الدراسية عامة وعام سعيد عليك وعام تسعتاشر عشرين ان شاء الله ابناء وبناتي خدنا في الحلقات السابقة آآ الرياضيات للشهادة الابتدائية وتعرضنا للنسبة وتعرفها وخدنا تطبيقات عن النسبة والنهاردة ان شاء الله معانا ده السجديد من مواضيع النسبة وهي النسبة من ثلاثة اعداد موضوعنا النهاردة حبايبي النسبة بين ثلاثة اعداد النسبة بين ثلاثة اعداد لما جينا نعرف يا ولاد النسبة قلنا ان هي مقارنة ما بين كميتين وكان فيه جوزف تايفو يقول لك ايه او اكسر طب النهاردة بقى موضوعنا او اكسر ديت اللي هي النسبة بين ثلاثة اعداد وممكن يبقى اكتر من ثلاثة اعداد بس احنا علينا النسبة بين ثلاثة اعداد يبقى النسبة تعرفها هي المقارنة ما بين كميتين او اكسر من نفس النوع ومن نفس الوحدة النهاردة ونتكلم على النسبة بين ثلاثة اعداد لو انا جيت قلت ما مع احمد ما مع احمد احمد معه متين جنيه ومريم معها مثلا مية خمسة وسبعين جنيه وعلا معه مية وخمسين جنيه ادي ثلاث مبالغ تمام ده كده من نفس النوع وكمان من نفس الوحدة لانها كلها وحدة الجنيه وعايز اجيب النسبة ما بينهم او ما بين احمد ومريم وعلا اوجد النسبة زي ما كنا بنشتغل النسبة ما بين عددين او كميتين هنشتغل برضو يا ولادي حبابي النسبة ما بيننا ثلاثة اعداد يبقى لما اجيب النسبة بين ما مع احمد ما مع احمد الى ما مع مريم زي ما اكناها نسبة بين عددين الى ما مع علاء تمام متين لان مع احمد ومريم مية خمسة وسبعين وعلا مية وخمسين جنيه تمام يبقى ازا ترتيب زي ما كنت بتشغل النسبة ما بين حدين بتشغل نسبة ما بين تلات حدود ويبدأ الاختصار الى ابسط صورة الاختصار النسبة عادي جدا زي ما كنت بتختصر ما بين حدين اختصر برضو بين التلاتة هيردوا ولد يقول لي ممكن يا مستر ابراهيم هي اولها سفر ودي اولها خمسة ودي اولها صفر ممكن نقسم على العشرة اقوله لأ لان المية خمسة وسبعين مش هتقبل على العشرة فهنعمل ايه خلاص نقسم على الخمسة ولد تاني يقول لك خبه له بقى او بنتي لماحة شطرة جدا انت اقول لك طب ايه رأيك يا مستر ابراهيم لو اسمع خمسة وعشرين صح شبت البنت الشطر طب مستر اما خدت تشيب بالي انا اسمع على خمسة وبعد كده خطوة تانية رحت اسمع على خمسة. انتو اللي اتنين صح. طب يلا نقسم على خمسة وعشرين عشان احنا خدنا بلنا ان هي تقبل على الخمسة وعشرين. هيطلع متين على خمسة وعشرين فيها التمانية. مية خمسة وسبعين على خمسة وعشرين فيها السبعة. مية وخمسين على خمسة وعشرين فيها الستة. اسأل نفسك سؤال بقى تمانية الى سبعة الى ستة. هل في عدد هما التلاتة يقبلوا عليه? هللاقي مستر الرهيم ما فيش. اذا ابسط صورة هي تمانية الى سبعة الى ستة. وكانت دي النسبة من ثلاثة اعداد. يبقى يا حبيبي النسبة من ثلاثة اعداد تعامل معاملة النسبة بين حدين عادي. في الاختصار وفي كل المسائل. وطالما مع بعض نشوف مثال برضو تاني اوجد في ابسط صورة. اوجد في ابسط صورة ميتين خمسة وعشرين الى ربعمية الى تلتمية خمسة وسبعين. يلا مع بعض يا حبيبي ميتين خمسة وعشرين الى ربعمية الى تلتمية خمسة وسبعين. لو جينا نبسط النسبة برضو نفس القصة ممكن نقسم على الخمسة وعشرين وممكن نقسم على الخمسة. يلا نقسم على الخمسة وعشرين اهي. ها? على الخمسة وعشرين فيها التسعة. ربعمية على الخمسة وعشرين فيها الستاشر. وتلتمية او خمسة وسبعين لخمسة وعشرين تطلع فيها الخمستاشر. لو جينا نتأكد بقى هل فيه اعداد هما التسعة والستاشر والخمستاشر. يقبلوا عليها هنجرب هتلاقي ما فيش يا مستر ابراهيم اذن هسيبها تسعة الى ستتاشر الخمسة. هيرد ولا دي قولي طب ممكن نقسم على التلاتة انت الشاطر التسعة والخمستاشر قبله على تلاتة بس الستاشر مش هيقبله. طب ممكن نقسم على الاتنين طب دي هتقبل على الاتنين ودول مش هيقبله. يبقى اذن ابصد صورة ما بينهم كلهم هي تسعة الى ستاشر الى خمستاشر. وكانت دي النسبة بين التلات اعداد. طيب تعال نشوف نسال تاني. وجد النسبة بين اه واحد وخمسة وعشرين من مية متر واحد وخمسة وعشرين من مية متر ومية وعشرين سنتيمتر ومتين سنتيمتر. تمام. يبقى واحد وخمسة وعشرين من مية متر ومية وعشرين سنتيمتر ومتين سنتيمتر. عايز اجيب النسبة بينهما في ابسط صورة. طب مستر ابراهيم نعمل ايه? لو ركزت كده هتلاقي انت عندك هنا متر وانا سنتيمتر وانا سنتيمتر. اول حاجة يا ولاد نبدأ بخطوة التحويل. هنحول ازاي? هنحول المتر للسنتيمتر. تمام? يبقى ممكن اجي كده جنب المسألة وقوله التحويل. ونحول بقى نحول الواحد وخمسة وعشرين من مية متر نضربه في مية. ليه يا مستر? لان المتر في مية سنتيمتر. هتبقى مية خمسة وعشرين سنتيمتر. اللي هي مين دي? اللي هي العدد الاولاني اللي انا حولته. ليه مية خمسة وعشرين سنتيمتر. طيب يلا مع بعض نكتب بالنسبة بقى. يبقى مية خمسة وعشرين. الى مية وعشرين الى متين. هيرد ولا اتشاطي يقولك بس اقسم على خمسة وعشرين زي اللي قابله. هنقول له لا لازم تخلي بالك. المية خمسة وعشرين انقبلت على الخمسة وعشرين فالمية وعشرين مش هتقبل. تمام? طب اقسم على كام? خدها قاعدة بقى قولنا قبل كده في خسار النسب. اي عدد بيبدأ بصفر او خمسة فهو قابل اسم على خمسة. تجرب الخمسة هتلاقيها ان شاء الله هتنفع معاك. طب لما تيجي تقسم على الخمسة بصو بقى كاتب لك على الخمسة اهو. الخمسة ديت يا ولاد بنقسم كل الاعداد الموجودة قدامك على الخمسة. يعني نبدأ اول حاجة المية خمسة وعشرين على الخمسة هتطلع فيها الخمسة وعشرين. تمام? طيب المية وعشرين على الخمسة هتطلع فيها الاربعة وعشرين. يبقى بقسم اول حاجة مية خمسة وعشرين على الخمسة خمسة وعشرين. مية وعشرين على الخمسة اربعة وعشرين. طب متين على الخمسة فيها الاربعين. تمام? طب بقسم على كام بعد كده? شاطر ولا تبقول طب اسم على الخمسة انت شاطر بس ما خدش بالك ان الاربعة وعشرين مش تقبل اسم على خمسة. طيب تمشي معك يا مصر ربراهيم التلاتة او الاربعة دول هيقباله على الاربعة. مش هتقبال. يبقى كانت تيه ابسط صورة ممكن اسيبها للاختصار اللي قدامي. يبقى النسبة من سلاسة عداد تعامل معامل عادية جدا. لكنك بتختصر النسبة بين عددين. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني يا ولاد حبايبي. بيقول لي نص. الى تلت الى ربع دول تلت اهو نسبة بين تلت كميات او تلت كسور قدامك ازاي جيب النسبة منه. طبعا وارد ان الطالب يحول النص برفع عليك. وقل لك النص بصير خمسة من عشرة. والربع خمسة وعشرين مية طب والتلت ظروفه معاك ايه? هتلاقي جاي لك كسر عشري غير منتهي. طب اعمل ايه? آآ هيبقى كسر عشري دائر زي ما بيقول. طب اعمل ايه بقى? لا طب في الحالة دي اعمل ايه يا مستر? ممكن عندنا طريقتين. يا اما نوحد المقام يا نضرب في في المضاعف المشترك الاصغر ما بين التلت اعداد اللي تحت. يعني يا مستر ابراهيم لو انا جبت الاربعة وحبيت اجيب المضاعف مشترك ليهم كلهم مع عدد صفر طبعا. هلاقي ان المضاعف المشترك الاصغر بتاعهم هو الاتناشر. الاتناشر جات منين يا مستر ابراهيم? الاتناشر بتقبل على الاتنين وبتقبل على التلاتة وبتقبل على الاربعة. وارد واحد او واحد المقامات على الاتناشر ممكن? او اضرب كل النسب في اتناشر بمعنى ايه? انا كتبت النسبة الاولين نص هيه? الى طلت اهو الى ربع. وهم ضارب كل النسبة في اتناشر. اهم ضارب هنا في اتناشر. وضارب هنا في اتناشر. وضارب هنا في اتناشر. هيرد ولا تشاطر قولي هي. الاتناشر دي جات منين? لمضاعف للاربعة. اللاربعة متقبلش على التلاتة فهووة ضعيفها تبقى تمانية. تمانية ما متقبلش. طب هضعيفة قب pea اتناشر. اتناشر بتقبل. طبعا كده كده الاربعة متقبل عزيم. يبقى ايضا احنا ضعيفنا جبنا المضاعف ومشترك اللي هو اللي اتناشر. طب يلا نضرب يا حبيب منص في اتناشر. يعني اتناشر في واحد باتناشر. اتناشر على الاتنين فيها الستة. تمام سهل ايه? طيب اتناشر في واحد باتناشر. اتناشر على التاتة فيها الاربعة. تمام سهل يا مستر. طب اتناشر في واحد باتناشر. اتناشر على الاربعة فيها التلاتة. وكانت دي ابسط صورة ما بينه. طب ايه رأيك يا مستر ابراهيم لو انا حولت بقى. لو كان جالكو يا ولاد مسلا اه ده مسلا اه خمس ماشي. الخمس يتحول. يبقى اتنين من عشرة ما بيش مشكلة يبقى ايزا كلها تقدر تتحاول لكسور عشان امكن تحويل الكسور الى كسور عشرية والتخلص من علامة يبقى انت كده تمام هنا ما جالك تلت بقى صبع طب اعمل ايه بقى الصبع ده يتعمل ازاي يبقى لازم مدور يا ولاد على حاجة اسمها المضاعف المشترك الاصخر تمام كده يبقى انا هضرب اتناشر النسبة الاولى النسبة التانية النسبة التالتة او كل حد من حدود النسبة هتجاب معاك ستة الى اربعة الى تلاتة وكانت دي النسبة الى ابسط صورة طيب تعال شوف نسال تاني بيقول لي اوجد النسبة ازا كانت الف الى بيه اركز معاك اذا بقى يلاه الف الى بيه اتنين الى تلاتة الف الى بيه اتنين الى تلاتة وبيه الى جيم اربعة الى خمسة اوجد الف الى جيم ايه ده مش فاهم يا مساء انت بتقول لي الف الى بيه ورجعت تقول لي الف الى بيه الى جيم طب لما اجي حل حاجة زي كده يا ولاد يا حبيبي اعمل ايه هجيب الرمز المشترك ما بينهم مين الرمز المشترك اللي هو البيه خلاص هحطله البيه في النص ها هو ادل بيه وحط الرمزين التانيين ممكن هحط ال الف ونا جيم مع هيا دي ممش مشكلة اهم حاجة ان المشترك ما بين الرمزين ينزل فين في النص طيب الف الى بيه اتنين الى تلاتة اتنين الى تلاتة تمام انزل تحت طب به الى جيم 24 الى como تمام يبقى انا اول حاجة نزلت النسبة الاونية الف الى بيه اتنين اه تلاتة وبعد كده نزلت النسبة التانية به الى جيم اربعة الى خمسة طبعا هنا بنسمع اجابات كتير جدا 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 بس طبعا اصحهم رياضيا ان احنا نجيب المضاعف المشترك ما بين التلاتة والاربعة اللي هما اللي في النص دول الاربعة في تلاتة باتناشر يبقى المضاعف المشترك ما بينه هو الاتناشر طب اللي اتناشر جات مين يا مستر ابراهيم الاتناشر اللي هنا بتقبل على التلاتة هتبقى على الاربعة. طب اعمل ايه بعد كده بقى يلا نقسم. اتناشر على التلاتة هتبقى فيها الاربعة. تمام? اتناشر بص كده. الاتناشر هي يا ولاد اقسمها على الفوق. اتناشر على التلاتة تطلع فيها الاربعة. طب لو ضربنا اربعة في اتنين هتبقى بتمانية. تمام? يلا تاني مع بعض. اتناشر. الاتناشر جات منين? تلاتة في اربعة في اتناشر. او التلاتة والاربعة بيقبلوا على الاتناشر. الاتناشر بتقبل عليه. اتناشر على التلاتة فيها الاربعة. اتنين في اربعة بتمانية. طب اتناشر على الاربعة فيها التلاتة. تلاتة في خمسة بخمستاش تاني مع بعض. جبنا ازاي يا مستر ابراهيم النسبة ديت. قلنا له المضاعف المشترك ببين التلاتة والاربعة هيبقى الاتناشر. جبنا الاتناشر وقلنا اتناشر على التلاتة فيها الاربعة. اتنين في اربعة بتمانية. واتناشر على اربعة فيها التلاتة تلاتة في خمسة وخمستاشر. لو انا قلت لك يبقى تساوي تمانية الى خمستاشر. الف الى جيم. طب لو طلبت منك اه به الى جيم الى الف يبقى به الى جيم الى الف يبقى اتناشر الى خمستاشر الى تمانية. طب لو قولنا الف الى به الى جيم يبقى تمانية الى اتناشر الى خمستاشر قدي ايه الرياضة جميلة وسهلة? وقديه ممتعة يبقى. كل حاجة عندنا لها مرجع رياضي. يعني لما تقول مسلا الى اتناشر اه ده المضاعف ما بين التلاتة والى اربعة. طب اتناشر على التلاتة فيها الاربعة. بين فاربعة بتمانية. اتناشر على الاربعة فيها التلاتة. تلاتة في خمسة بخمستاشر. وكان ده النسبة ما بين الف الى جيم. تمانية الى خمستاشر. تعالوا مع بعض نشوف السؤال تاني برضو. النسبة من تلات اعداد جميلة تعامل معاملة التطبيقات العادية بين النسبة بين عددين. ازا كانت النسبة بين اعمار سلاسة طالبات. ازا كانت النسبة بين اعمار سلاسة طلاب. اتنين الى تلاتة الى خمسة وكان مجموع عمرهما ستين سنة احسب عمره كل طالبة ابناء وبناتي اسمحونا ناخد فاصل وان شاء الله هنجاوب على السؤال بعد الفاصل ابناء وبناتي ورجعنا لكم بعد الفاصل مع النسبة بين ثلاث اعداد وتابع تدريبات جميلة جدا عن نسبة كل ولادنا حبيبنا اللي بتابعوا البرنامج لازم يكون بيسجلوا كل الاسئلة اللي بتيجي في البرنامج ويذكرواها بعد انتهى الحلقة مباشرة وان شاء الله اي سؤال واف قدامك ارفع سماعة التليفون واتصل بينا ان شاء الله واحنا جاهزين للرد على كل سئلة ان شاء الله اذا كانت النسبة طبعا قبل الفاصل عرضنا عليك السؤال وقولنا ان شاء الله نكامل بعض الفاصل اذا كانت النسبة بين اعمار ثلاثة طالبات اتنين الى تلاتة الى خمسة طبعا تفعنا النسبة من ثلاثة اعداد يعني ثلاثة اعداد قدامي وكان مجموع عمرهما اخلي بقى لك من الكلمة دي بقى معايا ولجي حبابي لازم نخلي بالهم منه مجموع عمرهما ستين سنة احسب عمر كل طالبة كمان مرة ازا كانت النسبة بين اعمار سلاسة طالبات اتنين الى تلاتة الى خمسة طيب يلا نجهز الورقة بتاعتنا وهنكتب النسبة بين اعمار السلاسة الطالبات يبقى اول ما هابده اقول له ها النسبة بين عمر الطالبة الاولى عمر الاولى الى ها عمر الثانية تمام الى عمر السالسة ادي اعمار السلاسة الطالبات النسبة بين اتنين الى تلاتة الى خمسة تمام وكان مجموع عمرهما العمر بتاعهم مجموع العمر اه يبقى هنا بقى نزود خانة ونتفع فيها المجموعة ليه مستر ابراهيم لانك بتقول لي مجموع عمرهم كله تب يجمع يلا اتنين وتلاتة خمسة خمسة وخمسة عشرة العشرة جات منين مجموع النسب بتاعتك تمام الستين سنة اللي هو قال لك عليها دي هل هي عمر الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا بتاعتهم كلهم لا يا مستر بتاعتهم كلهم فهكتب ستين سنة تحت المجموع ايه ده ده زيها زي الايه زيها زي النسبة من عددين تمام طب لو كان قال لك مسلا قسم مبلغ او قسم مبلغ بين ثلاثة اشخاص تمام بس ما تكملش المبلغ دوت للتلات اشخاص يبقى تكمل خانة وقت فيها المجموع واعمل برضو نفس ايه القسم يلا مع بعض يا ولادي حبيبي كنا بنجيب ايه اه برافع عليه قيمة الجزء الواحد قيمة الجزء الواحد هقسم ايه الستين سنة تمام على العشرة هتطلع فيها ستة سنة يبقى قيمة الجزء الواحد بستة سنين الجزء الواحد بيعادل ست سنوات طب تمام لما اجيب عمر الطالبة الاولى بقى يلا ركز مع بعض هقول له عمر الاولى الاولى نسبتها تنين يبقى تنين في ستة باتناشر سنة يبقى القولى عندها اتناشر سنة طب لما نجيب عمر الطالبة الثانية ها عمر الثانية ها 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 تلاتين سنة. طيب مستر ابراهيم محتاج ان انا اتأكد عشان اعرف انت اجابتي صحة ولا غلا؟ فيه طريقتين للتأكد من الاجابة. واحد انك تجيب النسبة من بين التلات اعداد اللي انت قلت ومن اللي هي اتناشر والتمنتاشر والتلاتين. هتلاحظ ان هم كلهم بقبل اسمها على الستة. لو اسمت على الستة اتناشر على الستة في الاتنين اهي. تمنتاشر على الستة فيها التلاتة اهي. تلاتين على الستة في الخمسة اهي. تمام. الفكرة التانية او الطريقة التانية للتأكد ان اجابتي فعلا اجابة صحيحة ان انا اجمع تلات اعمار. اتناشر وتمنتاشر للدين تلاتين. وحط عليهم تلاتين بتاع عمر الطالبة الثالثة يبقى تلاتين وتلاتين. ستين سنة. يبقى انا فعلا كده اجابتي اجابة صحيح. انا شايف ان الموضوع سهل جدا. وان شاء الله ولادي حبيبي هيتابعوه ويحلوا عليه لان هو الموضوع شبه النسبة ما بين عددين. السؤال اللي بعديه برضو طبعا بيقول لك ايه? ازا كانت النسبة بين ارتفاع سلاسة عمرات عندك تلات عمرات. النسبة بين ارتفاع السلاسة عمرات كان نسبة اربعة الى خمسة الى ستة. وكان ارتفاع العمارة السالسة ستة وتلاتين متر. احسب ارتفاع العمارة الاولى والعمارة الثاني. تمام. انا ملاحظ ان هي برضو نسبة من تلت اعداد اهي موضوعنا كله اي نسبة تلت اعداد خلاص وتلت عمارات تمام برفع عليك سامعك بتقول اهو هجيب لك ورقة جديدة وهنكتب بقى ارتفاع العمارة الاولى برفع عليك عامنا زي عمر التلت طالبات ارتفاع العمارة الاولى ها الى ارتفاع العمارة الثانية الى ارتفاع العمارة السالسة تمام النسبة بينهم كامية اربعة الى خمسة الى ستة طب تمام كامل باب ايك الى وكان ارتفاع العمارة السالسة ستة اه سامع الناس بتقول زود خانة لا زود ليه انا بقول لك ارتفاع العمارة السالسة. يبقى الستة وتلاتين ديت بتاعت العمارة السالسة. يبقى نجي تحت العمارة السالسة وحط ستة وتلاتين. فين العمارة السالسة يا مستر? اهوا هنا هاي. حط تحتها هنا ستة وتلاتين. وهنا ما عرفش اه? وهنا برضو ممكن احط اصين وصاد不نفيش مشكلة. تمام? ستة وتلاتين ما تنساش الوحدة هنا مترا. لما اجي لك اجيب له قيمة الجزء الواحد برفع عليك سامعك قيمة الجزء الواحد اقسم ايه يا ولادها? الستة وتلاتين مترا على الستة. تطلع ستة ووحدتها متر. ليه? لان الوحدة المستخدمة في المسألة المتر. تمام. يلا مع بعض نجيب ارتفاع العمارة الاولى. يبقى نقول له ارتفاع العمارة الاولى. الاولى نسبتها اربعة. يبقى قول له اربعة في قيمة الجزء اللي جات لك ستة. اربعة في ستة باربعة وعشرين مترا. طيب يلا ارتفاع العمارة الثانية. العمارة الثانية خمسة واضربها في ستة يطلع برضو تلاتين. كمية تلاتين مترا. عايز اتأكد بقى ماشي. انت خير يا عندك ممكن نعمل مرحلة التأكيد في ورقة تانية عشان ولادي يشوفوها. لو انا قلت الاعمارة الاولى الى الثانية الى السلس. عايزين نتأكد ان اجابتنا فعلا صح. العمارة الاولى تلعت طلها اربعة وعشرين متر والعمارة التانية تلعت طلها تلاتين متر والعمارة التالتة تلعت ستة وتلاتين متر. عايزة اتأكلها بالمترا. ايه رأيوكو يا ولادي يا حبابي لو انا جيت اسمت كلها تقبل على الستة. على الستة. ها? اربعة وعشرين على الستة تطلع فيها الاربعة. تلاتين على الستة تطلع فيها الخمسة. ستة وتلاتين على الستة تطلع فيها الستة. ارجع ايه اقرأ مسألتك من اول هتلاقي ان النسبة هو مدها لك اربعة الى خمسة الى ستة يعرف ان انت كده ايه اجابتك اجابة صحيحة. تعال نشوف مثال تاني برضو بيقول لي ازا كانت النسبة او ازا كان النسبة بين ما مع احمد وما مع محمد وما مع مريم اتنين الى تلاتة الى خمسة. برضو تلاتة عدادهم محمد واحمد ومحمد ومريم. النسبة بينهم اتنين الى تلاتة الى خمسة. وكان ما مع مريم يزيد عن ما مع احمد. ده ستين جنيه. احسب ما مع كل منهم. اه يلا نجهز المسألة بتاعتي ونقول له النسبة بين ما مع احمد. يبنقول له ما مع احمد الى ما مع محمد الى ما مع مريم. تمام. النسبة ما بينهم اتنين الى تلاتة الى خمسة. لو جينا نقرى هلاقي هنا اللي بنسألة هنا في حاجة هرجعها لك تاني على الشاشة قدامك عشان تخلي بالك من الكلمة اللي مكتوبة دي. وكان ما مع مريم يزيدة. وكلمة يزيد يبقى في زيادة كده في النسب او في فرق ما بينهم او في اختلاف او في فرق زي ما احنا بنقول. بين مريم واحمد. يبقى في زيادة في فرق بين مين ومين. بين ما مع مريم وما مع احمد. يبقى الستين جنيه دي ولا بتاعت احمد ولا بتاعت محمد ولا بتاعت مريم. دي مقدار الزيادة او مقدار الفرق بين ما مع مريم وما مع احمد. يالنرجع لمسألتنا ونزوء اه براف عليك. هنزوء خانة ونكتب فيها الفرق. بين مين ومين? ما يفعش مريم تزيد عن احمد. مع مريم يزيد عن احمد بمقدار ستين. طب هي مريم في الاجزاء. مريم معها خمس اجزاء. واحمد معها جزئين. يبقى مريم بتزيد عن احمد بتلات اجزاء. عرفت ازاي? خمسة ناقص اتنين. تمام. طب يالله بقى نركز مع بعض. هي الستين جنيه. بتاعت احمد لا. محمد لا. مريم لا. بتاعت مين يا مص? بتاعت الفرق. يبقى الستين جنيهن بتاعت الفرق. تمام. اه سامع ولادي حبايبي بقولولي ممكن تحط هنا السين يا مصر وهينا صاد وهينا عين عادي. يلا نجيب مع بعض قيمة الجزء الواحد. لما اجيب قيمة الجزء الواحد بقسم الستين جنيه على تلاتة. هيطلع فيها عشرين جنيهن. ده مين ده? ده قيمة الجزء الواحد تلعب بعشرين جنيه. طب يلا اه برفع ليك سامعك سامع بناتي حبايبي يهو بتفرجوا عليها بيقولوا ايه? ما مع احمد? احمد كان معه جزء اين? اهو? يبقى اضرب الاتنين في عشرين يطلع باربعين جنيه. طيب ما مع محمد? محمد معها تلات اجزاء هاضربها في عشرين هي كيمة الجزء يطلع ستين جنيه. طب ما مع ماريم? ماريم بقى معها كم? ماريم كان معها خمس اجزاء هيه? خمسة واضربها في كيمة الجزء اله لعشرين تطلع ميت جنيه. يبقى النسبة بينما مع احمد ومحمد وماريم كانت اتنية تلاتة لخمسة. عايز تأكد اربعين ستين مية هاتي النسبة بينهم. بتهاي النسبة مع العشرة هيبقى اربعة الى ستة الى عشرة وايش مع الاتنين هتيبقى اتنين الى تلاتة الى خمسة اللي هي النسبة اللي مدها لك في المساءة. يبقى شفنا النسبة من تلات اعداد ان هي بتتعامل معاملة عادية جدا اكدناها نسبة من عددين. بتتم اختصارها عادي. بيتم تطبيقات النسبة بتاعتها عادية جدا. انكمي تديك المبلغ انكمي تديك المبلغ بتاعها فازا هو برضو هتزود خانة وتكتفيها المجموع. انكمي تديك فرق هتزود خانة وتكتفيها الفرق. ابناء وبناتي ابناء الشهادة الابتدائية شكرا على حسن استماعكم. اسمحونا ناخد فاصل ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله للصف الاول اعداد.